السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كانت منها ان شاء الله انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير مرحبا بكم معي ان شاء الله عندي اليوم في القناة ان شاء الله اليوم غادي نشارك معكم واحد الوصفة الرائعة ان شاء الله هذه الوصفة هذه لتنزيل الدورة الشهرية يعني هذه الوصفة للسيدات اللي تقريبا كتكون عندهم يعني الدورة ما منتدمج وفي نفس الوقت هذه الوصفة هذه يعني للسيدات اللي منقطع عليهم الدورة او كتجيهم مسأخرة خصوصا يعني بزاف للسيدات يعني تتنقطع عليهم واحد ربع شهور ثلاث شهور عاد باش كترجع عليهم او احتياجتهم يعني تقدر يعني ما كتجيش بذيك الكيمية اللي موالفة انها مثلا مثلا كتجيهم فان شاء الله اليوم غادي نشارك معكم هذه الاعشاب الرائعة ان شاء الله الاعشاب لتنزيل الدورة الشهرية وفي نفس الوقت اللي تنظيم الدورة الشهرية وبدون الم يعني ما غادي تحسي لها بألم لا بتشي حاجة فان شاء الله اه تابعي معي الفيديو فاول اه مكون هنا اللي كنحتاجه هو اه كما كيبال لكم الشيح الفوائد دياله معروفة الدورة الشهرية منها انه يعني كي يقل لنا هدك التوتر وهدك القلق اللي سيكون اه في الدورة اه الشهرية وفي نفس الوقت يعني اراها الشيح كي ينزل يعني كي يحفز على ان الدورة الشهرية تنزل لنا هنا كما كيبال لكم عدنا اه القرفة فالقرفة كذلك معروفة انها رائعة اه يعني لانزل الدورة الشهرية اه في نفس الوقت فراه اه يعني كتتنقي لنا كتنقي لنا يعني الولدة او الرحم من اي حاجة كينا عندنا في هذا اسميجو في الولدة كتنقي لنا اه القرفة والمكون الثالث هو الزعتر فالزعتر رائع يعني كي يرخي لنا كي يرخينا وكي يصخن فالمعروف على الزعتر انه كي يصخن لنا الرحم كي يصخن لنا بتفعة يعني الجسم ديالنا فان شاء الله يعني مكونات هات ثلاثة المكونات مكونات الرائعة ومتكاملة ان شاء الله لانزال هاد لانزال الدورة الشهرية هناك كما كيبال لكم كناخد واحد الكأس فين غد ندير ان شاء الله هاد الوصفة هادي او فين غنصوب هاد الوصفة هادي غد ناخد كأس ديال اه عفوا غد ناخد ملعقة ديال القرفة اللي هي الدارسين بطبيعة الحالة ملعقة كذلك ديال الشيح وملعقة ديال الزعتر هنشوف كيما كيبال لكم الزعتر فراها رائع رائع ان شاء الله هاد الوصفة هادي ان شاء الله بالنسبة للسيدات مثلا يعني اللي كيحسوا انهم يعني عندهم هدا طنسيو كيطلع ليهم يعني كيطلع ليهم يحاولوا انهم ما يكتروش من هاد الوصفة هادي يعني يقدرو ياخدوها غير مرة وحدة ولا هاد يعني ما يكتروش منها اللي عندها المشكلة ديال طنسيو بزاف كيطلع ليها هناك ما كيبال لكم زيت عليه الماء الفاتر يعني ماء طايب اللي غد لي زيت على هاد المكونات نخلطهم ونحاول انني نغطيهم فيبقى فشدوك الزيوت يعني ديال هاد الاعشاب يبقوا لنا ما يمشوش لنا في الهواء لاننا احنا بغينا اننا نستفدو بهم يعني مني كنحرقوها بحالة كصفي تنغطيو الوصفة ديالنا كنخليوها واحد شوية تقريبا واحد خمسة دقيقة ككتل آآ ست دقيق حتى كنحسو بها انها يعني دفات او بردات شوية باش اننا نقدرو اننا نشربوها سافي ان شاء الله وكنشربو هاد الوصفة الرائعة ان شاء الله فكما كنقول لكم البنات فبزاف ديالسيدات عندي في القناة تيكتبولي بانهم عندهم هاد المشكل ان الدورة الشهرية ما كتسرحش ليهم ما كتهبطش ليهم او الدورة الشهرية يعني كتنقاط عليهم يعني ممرو ولا مخربقة فان شاء الله يديروا هاد الوصفة هادي رائعة رائعة ان شاء الله هاد الوصفة يستعملوها مرة سين في اليوم بطبيعة الحال في الصباح مني اتفاقي وفي الليل ان شاء الله بطبيعة الحال تكون يعني ناخدوها قبل الفطور وقبل العشاء ان شاء الله فره رائع رائع اه هاد الوصفة هادي غتنزل لكم الدورة الشهرية وخي يعني تكون مثلا يعني من قطعة لكم مش يعني من قطعة علاش حال يعني مثلا ده مثلا انقاطع لمدة واحد ستة اشهر اربعة اشهر اما اللي عنده واحد المدة كتير عام ولا عامين لهذا فخصة واحد المدة عادة باش يعني تبقى تستعملها كل شهر كل شهر وان شاء الله راه بتابعة الحال غادي ترجع لها فكما قلت لكم يعني نرى كل سيدة وكيفش يعني كيفش يعني هاد الاعشاب كيتتعملوا مع الجسم ديالها كينة اللي تشرب فقط كأس واحد وغادي تحبط لها يعني اه وكينة اللي تشرب جوج ديال الكقوس ولتديرها ثلاثة المرات وما تحبطش يعني لحسب كل السيدة فان شاء الله بالنسبة لهاد الوصفة غادي تتبعوها لمدة اه يومين يعني الها بطلت لكم صافي كتحبسوا ما بطلت لهم كتكتعودوا ونهار الثالث كتحبسوها الشهر جاي كدلي كديروها تلتيام والشهر لا حر فان شاء الله ضروري ضروري غادي تنزل لكم الدورة فان شاء الله ها مجربة البنات هاد الوصفة هادي ورائعة فكنت منها يعني انها تنفع السيدات اللي عندهم هاد المشكل ديال الدورة الشهرية تنظيم الدورة الشهرية فالقرفة معروف عليها انها رائعة آآ لتنظيم الدورة الشهرية هي ولا الشيح فان شاء الله تبعوها يعني كما قلت لكم يعني ناخدوها تقريبا واحد جوج ديال مرة الثلاثة ديال المرات يعني كل نهار جوج ديال المرات لمدة ثلاثة ايام الى ما هبطتش مننا نعودوها الشهر اللي جاء ولي يعني سابعو وان شاء الله غادي تبعو النتيجة كانت من الوصفة اليوم انها تكون ناتي الاعجاب ديالكم وبسلام عليكم